تخيل لما المخرج يقول لك كفاية كلام احنا على الهوى اقول له ايه اقول له ايه ده عمر زكري معتبره ابني البكري حسابنا بعدين يا عمر خلاص الرؤوس مش هتتساوى عمر ايه هتفتكر كده سبنا من هذا الموضوع خلونا نتكلم في حاجة مهمة جدا هازين نتكلم حبتين على بشكل او باخر السينما بس ازاي بقى احنا هنرحب اولا بضفطنا الرائعة الكبير الدكتورة مي التلمساني الروائية والاكاديمية المصرية اللي حصلت مؤخرا على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة منورانا يا دكتور ازاي الصحة كله تمام الحمد لله انا من الناس اللي تحب السينما جدا وتحب كل ما هو متعلق بالسينما باعتباري مشاهد ليس الا طبعا ما فهمش اي حاجة تانية غير ان انا انا اتفرج على افلام او مشروع ممثل لا 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 لان انا كان عندي ما عشان هقول انا كان عندي تجربة مع ربنا يا رب تديله الصحة والسستر التلمساني تجربة غير مكتملة الحقيقة عملت اوديشن او كان رأيه فيا ان انا هبقى ممثل رائع مثل انا عطزات عشان امتحانات السنوية العام عطزات باقلت له ايه طوله هو ينفع ان اجل تصوير كان ضحك ولعبه جد وحب طوله ان اجل تصوير الفيلم الحد بعد امتحانات الثالثة سنوية وكمام ممثل شهير جدا دايما يقعد يقول لي ما تجيبش سيرتي في الحدوطة يوسف مش هقول اسمه بقى كان وقتها هو طالب في الجامعة فقال له يا ريتو انا كمان علشان انا دي تاني سنة فانا هترفض من الكلية فرح بصص لنا كده عندكو حق صح احنا لازم نأخر تصوير الفيلم عشان احمد رمزي وعمر الشريف عندهم ارتباطات وده كان اول واخر اوديشن بالنسبة لي صديقي التاني اصبح نجم ملء السمع والبصر فيما بعد بالرغم انه طلقت ماذا يتردنا يومها يومش تطلع برايا ابن انتواه وروحنا خارجه تروبز علينا ليه وانتوا حاجة زي كده عايز ارجع الاول للحصول على وسام هو ليه الناس بتحصل على وسام يعني ازاي اين بيحصل هو يعني واضح اني عملت انجاز ما وكان هذا الانجاز ايه وكان الانجاز ده يمكن اربع روايات اربع مجموعات قصصية يمكن اربعين دراسة اكاديمية بالعربي والانجليزي والفرنساوي يمكن لاني بشتغل في جامعة قطة وفي كندا وعندي خمسة وعشرين سنة خبرة في التدريس الاكاديمي يمكن لاني عملت بيت التلمساني وده بيت كده صغير محندق يعني وعملاه للكتاب والكاتبات من مصر ومن العالم يجوا استضافة للتفرغ للكتابة فيعني انا بقول يمكن فيه بعض الانجازات كده كم كتاب ترجمة يمكن عشر كتب مترجمة من انا ترجمتهم يعني الى اللغة العربية هي ما يمكنش هو ده مؤكد بس انت تظنني انه وده بجد بقى الانجاز الاهم هل هو بيت التلمساني ولا هل هو المؤلفات والترجمات ولا التدريس الاكاديمي انا بالنسبالي اهم انجاز اني كاتبة يعني انا حتى ما بقدمش نفسي على اني الدكتورة ميل تلمساني انا اقول ميل تلمساني فقط وبكره الدال دي الا اذا كنت في سياق اكاديمي انما انا بعتبر انه انجازي الحقيقي هو انجازي كروائية اربع روايات واربع مجموعات قصصية وحسن هو ده اللي ممكن يكمل معايا يعني يخلي الاسم حاضر عارف زي لو دلوقتي بنقول عبدالقادر التلمساني والدي يعني رائد من رواد السينما التسجيلية بحقيقي كامل التلمساني عمي الكبير رائد من رواد الواقعية في السينما وفيلم السودة وكده حسن التلمساني والد طارق ومصور كبير وطارق نفسه مصور كبير وممثل ومخرج فانا ميل التلمساني اخر العنقود في العيلة دي ابتهايلي انجازي الكبير حيكون اني كتبت رواية روايات يعني او رواية اي حد في الدنيا مش بس المزيع هيلاحظ انه دي عيلة السينما بس انتي ما بتحبيش الدال فميل التلمساني خدت خط هو ما هواش بعيد كل البعد عن السينما لانه الرواية دائما قابلة انها تتحول الى عمل سينمائي مصرحي درامي الاخ 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 بس سليم ما بقتيش جزء من لو صح تعبير ارث العيلة السينمائية والله كان نفسي بس عارف هو في لحظة كده انا كنت واخدة فيها قرار اني حدخل اداب فرنساوي وحعمل يعني مصارف الادب الفرنسي وبعدين قلت الوالدي بعد زمزقة شوية كده انا عاوز اعمل سيناريو كمان عاوز ادخل قسم معهد السينيو فدخلت ونجحت في الامتحانات بتاعة القبول وكذا وبعدين ترددت انا مصر الجديدة والمعهد في الهرم فجات لحظة كده تردد اللي هو المشوار وبعدين والدي قال انتي ليه عايزة تدخلي قسم السينيو قلت له لاني حب اكتب سينيوهات فالحقيقة هو راح موجهني على طول في سكة طب ما انتي اكتبي في البيت مش مضطرة تاخدي معهد سينيما علشان تكتبي وده اللي حصل وده اللي حصل لا عبدالقادر يقول لي مش مضطرة تروحي معهد بالضبط كان خايف علي من حكاية المشوار وانه هو فهم كويس قوي انا ايه هو فهم ان انا احب قعد في قوضة الواحدي اشتغل اكتب ارسم كنت بارسم ساعاته فهو فهم انه العملية السينمائية دي عايزة كرو وعاوزة فريق كبير وعاوزة ناس واكون انا لو حدخل في منطقة السينياريو او بعد كده في الاخراج كان حيبقى يمكن تحدي بالنسبة لي لكن انا بقى لفيت من الباب الخلفي ولقيتني في الدكتوراه بعمل دكتوراه عن السينيما يعني كان الهدف هو انه في النهاية ده عشق كبير وهوس كبير فبالاضافة للكتابة عملت الدكتوراه عن الحارة في السينيما المصرية وكان جزء من الهدف برضو هو فكرة ان انا بنت مصر الجديدة وحاول افهم يعني ايه الحارة بقى وليه انا مش بعتبر بنت البلد ليه ما بيتقلش عليا لما تشوفني كده ماي دي بنت بلد وكانت مدايقاني جدا الحكاية دي فقررت ادرس يعني ايه ابن بلد ويعني ايه بنت بلد وازاي السينيما قدمت المنظومة دي وليه انا براها يعني ايه اللي بيحصل لما حنقول ان انا مصرية صاميمة وانا مصممة على مصريتي الاصيلة دي ايه ايه يعني ايه ملامح المصرية دي هل انا لازم اكون بتكلم بطريقة معينة عشان اكون مصرية لا احنا عندنا تنوع كبير قوي انت كنت لسه مستضيف امهات مثاليات من سهاجو من اللقصر مصريات وانا مصرية زي زيهم بنت البلد وابن البلد نفس الحكاية فتلاقي السينيما المصرية قدمت شوية نمط ابن البلد لازم يكون شكله كذا بنت البلد وبعدين بالذات في افلام الاربعينات والخمسينيات كان فيه السونقية بتاعت الباشا باشا الشرير دايما دا دايما اه او الفتوة والبلطاجي فالفتوة طيب بس البلطاجي وحش بس انا كنت عايز اقول كل دول مصريين طيب انا هستأذن انا هستأذنك هروح لفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل نتكلم حبا على المسألة بتاعة رسالة الدكتوراه دي مسألة التنميط وهل في عندنا في السينما خروجة عن النمط يعني دايما بيجي في بالي مسألة الخروجة عن النمط كان من ابرزها اتنين في الممثلات المصريات دا وجت نظر الغالبان جدا شادية بنت الارستقراط اللي قدمت دور بنت حارة مصرية عظيمة طبعا وناديا لطفي اللي نصها اوروبي وايضا هي قريبة جدا من الطبقة الارستقراطية المصرية بتاعة العصر ما قبل اتنين وخمسين فبردو تقدم شخصيات في السلاثات محفوظة وعندنا مش بس سلاثة دا قدمت شخصية ريري من اسكندرية يعني كحاجة في منتهى الصعوبة بصراحة يعني انا بقعد اتفرج على الفيلم ده تحديدا اللي هو السمان والخريف لا يا عمر مش هديلك البريكة الله ما انت مش معي على نفس الخط في السمان والخريف بس هنروح فاصل عشان احنا عايزين فاصل مش عشان عمر زكريا عايز فاصل نروح الفاصل ونكمل الكلام دكتور ميت الميساني الاسم المصري الذي حصل مؤخرا على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة على رأي كلامها يمكن علشان كذا ويمكن علشان كذا فانا مستر ان هو طبيعي انه يبقى علشان كل الحاجاني طيب فهرجع على مسألة بقى التنميط والتقطير في السينما المصرية هل في الاول هل المزيع محق فيه رأيه في مسألة شادية وناديا لطفي انا متفقة معك تماما اه اه لانه دي عبقريات ما بتوردش كتير على السينما المصرية فانا من عشاء طبعا شادية وناديا لطفي وكثيرات يعني وفاة الحمامة وسعاد حسني وكلهم قدموا عايز اقول لو كان فيه نمط ما لشخصيات ما هم قدروا يكسروا النمط ده طول الوقت لانهم عندهم موهبة كبيرة وعندهم ادارة ممثل يعني اللي يشتغل مع بركات طبعا ادارة بركات اللي بيشتغل مع يوسف شهين ادارة يوسف شهين اللي بيشتغل مع حسن الامام ادارة حسن الامام فادارة الممثل دي عنصر مهم جدا يخلي من ناحية الممثل نفسه قادر يدي كل طاقته وبالتالي يخرج برا النمط ومن ناحية تانية يخلي النمط علامة في ذهننا يعني لما بتذكر الاسماء دي في ادوار معينة هي علامة في اذهن كل المصريين النهاردة لا يمكن يعني امت السينما المصرية ولو حتى من باب الاستثناء عرفت في بعض الافلام تفلت من التقطير او التنميط في شكل ابن سلاش بنت البلد انا بشوف مثلا في افلام ما بيتمش ذكرها خالص احنا متعودين قوي نتكلم على كل مجموعة افلام صلاح ابو صيف برضو كامل التلميثاني يعني احب اذكر هنا انه فيلمه السوق السودة طلعنا برضو برا النمط لكن بعد كده انا بشوف حد زي يوسف شهين مثلا لما قدم لنا وممكن ده نختلف عليه لما قدم لنا دليدة في اليوم السادس ده اختلف جدا 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 ده بالتأكيد مش نمط لانه دليدة بشعرها لأصفر بتاريخها بلاكنتها دي تارى كان عايز يعمل ايه انا بحاول امشي وراء المقرب عشان افهم انا مقدرتش افهم انا من الافلام اللي بحبها الفيلم على بعضه حالا ما تركيبة ما وفي الاخر زي ما دايما الناس اللي غوية السينما فتقول في النهاية ده جو يوسف شهين عايز كده يعمل له عايزه يقوله كده انا ضد كلمة يعمل له عايزه ودي خالص تماما انا حب دليدة اه بس انا مقدرتش اتزوق دليدة بنت البلد في هذا الفيلم اه ما هي عشان مش بنت البلد يعني هو قاصد انه ما يخليهاش بنت البلد يقدم لي حاجة برا المتوقع انا بحب في بعض الافلام انه انا ببقى متوقع حاجة معينة ودخل علشانها باعتباري يعني باعتبار انه ناقدة اكاديمية كل اللي انت عايزه بتبقى عندك عدد معين من التوقعات لو مخرج قدر يكسر بعض هذه التوقعات انا ببقى سعيدة بيه جدا دي من ناحية ومن ناحية تانية لانه هو رجع عشان انا برضو عايش برا مصر وعايشة في كندا بقى لي 25 سنة تقريبا بقى وعاني من نفس الحاجة دي اللي هي فكرة انه يتبصلك بشك على انك مصري او مش مصري او فهو حاب يقول لنا يمكن يعني انا مش متأكدة طبعا ده كانت الانتنشن او القصد بتاعوه لا لا بس هو حاب يقول لنا انه مصر فيها انماط مختلفة جدا وانا ممكن اقنعكو بنمط يمكن يكون خواجاتي شوية بس هو عايش معانا يعني يعني اليوناني المصري الارماني المصري اه يعني دليدة عايزين نقول من اصول مصرية برضو دليدة دليدة الممثلة الفنانة النجمة العظيمة لانا بشوفها حالة اسطورية جدا اي في المزيكة وفي الغرب اي لكن الشخصية بتاع الدليدة في الفيلم صديقة صديقة في الفيلم اه اه تكلمها دي مكسر اه بنت بلد ايه بقى لو شعرها صفره كده اه طب شعرها دهب ماشي انا جوافق اه ويصدمنا بقى يصدمنا اللهجة لانه عينه اذا مش على الواقعية الهندرد برسنت دي يعني هو مش عينه بالضرورة على انه يقول لي هو عينه مثلا انه يعمل مسرح يعمل حاجة شو انه يطلع محسن موحيدين يغني وانه يقدم لي قصة الحب دي وانه يطلعني بره التوقعات السابق حلو ده نموذج يعني انا مش عاوزة اروف عنده كتير الحتة بتاع محسن موحيدين دي كانت حتة موفقة جدا انا من الناس اللي بتشوف انه محسن موحيدين الاغنية دي عظيمة محسن موحيدين ما حفظ الالقاب ده واحد من اهم المواهب اللي ظهرت في مصر وفترة ابتعاده عن العمل السينمائي خسارة كبيرة لي وخسارة كبيرة للعمل السينمائي المصري ايو 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 وفي الاستعراض كمان يعني افتكر انه كان موهوب جدا ده شخص كان متكامل موهوب في تمثيله موهوب في استعراضه موهوب في القدرات الحركية موهوب بالزبط لو جينا مثلا نموذج تاني طيب هنقول فاتن حمامة في يوم مر يوم حاله بتاع خاري بشارة دي حارة برضو بس حارة شبرة مش حارة مصر القديمة لو جيبنا محمود عبدالعزيز في الكتكات دي حارة مبابة فدي نمازج عظيمة جدا طلعتنا شوية برا النمط اللي انا بتكلم عنه اللي هي فاتن حمامة مش بنت بلك بالمعنى بتاع اللي هي لبسة جلبية او بتتكلم بشكل معين او ميلاي لف زي ما قدمت الفلاحة المصري في افواه وارانب واقنعتنا جدا ومكناش نسدق اللي فاتن حمامة تعمل كده رسمة شخصيتها في افواه وارانب مقنعة جدا يعني انا بالنسبة لي مقنعة بس هي برا النمط فمهم ان احنا كنا نخرج برا النمط عشان من ناحية نفهم انه فيه نمط ومن ناحية تانية نفهم طب برا النمط فيه ايه اللي ممكن نشوفه كنمازج على مصريين ومصريات ممكن نسميه ابن بلد وبنت بلد ومن حقه يبقى ابن بلد وبنت بلد كلنا ولاد البلد بس في نفس الوقت هو برا المنظومة المتعودين قوي عليها بتكلم بالطريقة الفلانية دلوقتي السينما المصرية بترجع تاني للتنميد ده يعني ننزل مثلا في حارة حينما يصار فنلاقي نمط ليه يا جماعة المفروض نخرج برا ده اللي لازم يكون بلطجي انه لازم يكون معرفش شكله انه بتكلم بشكل ايه انا كنت حسة انه دي اشكالية في السينما المصرية واحنا محتاجين نطلع براها شوي فده الدكتوراه عن موضوع ده يعني عن القضية بما ان الواحد مش كل يوم هيشوف الحاصلة على وسام فارس ومش كل يوم هنشوف الدكتوراه مية تلمساني انا دايما بسأل سؤال هل علي الشريف برا النمط علي الشريف اختياره عايز اقول في فيلم زي عودة الابن الضال يعني ده يعتبر شابو ليوسف شهين لانه جاب حد لا يمكن كنا نقبل انه موجود على الشاشة المصرية في فيلم زي عودة الابن الضال لا يا ربي انا بغل اخبط العصفور العصفور ده فيلم عظيم بكل المقييس وانا بشوفه لحد النهاردة وبدرسه كده ده فيلم بيخرجن حتى في الحكاية نفسها ازاي هحكي حكاية الاحداث بتاعة اللحظة دي ازاي هحكيها بشكل مختلف تماما عن كل الحكايات اللي بنتفرج عليها كنا لحد وقتها في السينما المصري عشان كده ما نجحش كمان يعني هو كان طليعي لدرجة انه فيلم زي كده بنشوفه النهاردة وبنقول والله جميل جدا كلاسيكي عظيم بس سبعين او اتنين وسبعين كان حيبقى ايه ده صادم فمخرجين زي كده هم بيسيبوا باصمة على تاريخ السينما وعلى تاريخ الفن مش بالضروري الفيلم يكون جماهيري يعني يجيب ملايين المشاهدات وكذا لكن هو فيلم بيأثر في تاريخ السينما نفسها يعني نفضل نفتكره فيلم كلاسيكي نفتكره ونحاول نتفرج عليه ونحاول نفهم هو عملها ازاي دي فعلي الشريف قوله فصلا يعني فجأة كده تلاقي الشخصية دي بالوش ده بالصوت الاجش ده طالع على الشاشة بيقول لنا والله انا كمان مصري وهو فعلا النهاردة انت ممكن تلاقيه في الشارع يعني حد ركب ميكرو باس وبيتكلم كده حالي الشريف في الارض بهيئته وتركبته الجثمانية وملامحه وهو طالع بدور دياب وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي ملامحه وتركبته تقول انه لازم دايما في قطار النمط يطلع الشرير القاتل المأجون فيطلع أغلب من الغلب ومنكسر تحت أخول أكبر منه حمدي أحمق قربنا يرحمهم جميعا يا رب وفي نفس الوقت يهزم ضربا ويبكي لما يتضرب على ايد عزة العلالي الله يرحمه ومشهد البقرة يعني مشهد انه بيطلع البقرة من الساقية كان قبلها متخنق هو عزة العلالي فلما طلعوا البقرة وتسندوا على كدف بعض رحمها تقولوا كده برضو ايوه ايوه القوة مع الحنية مع ده إدارة ممثل ده اختيار يوسف شهين عشان كده انا بحترم المخرج الفعلا يقدر مرة تانية يكسر توقعات المشاهد المشاهد مش متوقع يشوف ده بس هو يقدم له ده ومع الوقت المشاهد اللي ما كانش مقتنع بالارض وقتها بيقتنع بالارض دلوقتي واحد من اهم مئة فيلم في السينما المصرية طبع الارض اول حاجة خطرت في ذهني العصفور لكن انت عندك حق الارض قبل العصفور علي الشريف ترك بصمة لا هو يوسف شهين اكتشف علي الشريف في الارض وما كانش متوقع انه يعني يطلع منه كل ده فاستعام فيه بعد كده طيب هنا يمكن هرجع تاني على مسألة التقطير والتنميط هل احنا دلوقتي يعني انتي قلت لي لأ احنا رجعنا تاني لمرحلة التقطير والتنميط بس الممثلين والممثلات المصريات الحاليات بصرف النظر عن الاسماء بقى خالص هم نفسهم عاوزين الاطار ولا هم اللي بيوضعوا في اطار نتيجة النجاح المتكرر لا طبعا المسئولية تقع دايما في رأيي على عاطق الورق السيناريوهات كتاب السيناريو وعلى عاطق المخرجين الممثل هو في النهاية بيبقى يعني يعجينا طيعة في ايد مخرج جيد او مخرج اقل جودة فلو عنده قدرة على ادارة الممثل هنشوف ساعات كتير قوي بنشوف ممثلين بعينهم عادي او مش قادر يطلع كل امكانياته مع مخرج مش قادر يديره بشكل جيد وفجأة يبهرنا نفس الممثل ده في دور تام مع مخرج اخر بيكون المخرج في الحالة دي عارف يقوله بالزبط ايه المطلوب منه وازاي يطلع منه كل التقات الكاملة اللي عنده وكزا انما مش كل الممثلين يقدروا كمان يعملوا ادوار صعبة مش كل الممثل بالضرورة عنده القدرة على انه يعمل دور صعبة لو خبراته الداخلية انا عايز اذكر مثلا ممثل عظيم زي محمود حميدة خدراته الداخلية ثقافته بتنضح على طريقته في التمثيل ده قارئ كبير محمود حميدة يعني انا باعتبر انه عنده ثقافة عالية عنده خبرة كبيرة بالتمثيل عنده يعني موهبة طبعا ربانية انما في النهاية هو قادر يوظف كل ده مش كل الناس في المجال ده بالضرورة بتشتغل على نفسه وده مش بس في مصر ده في كل حتة في العالم محمود حميدة مش بيقطر نفسه؟ احيانا اه بس انا بتفهم تماما يعني انه التقيل الادة اه يعني انا فوق الناس دي حتى وهو بيعمل مثلا في مسلسل انه سائق تبيس على قد حاله انا فوق العالم دي يطلع في دور راجل بلطجي برضو انا فوق العالم دي طول يعني انا باعد اقول يا ربي هو شخصيته كده بجد لا معرفش شخصيته يعني انا بقابله في ندوات على فكرة يعني لما بيصر في مراني بيبانا عمينا في بيبانا فانا انا منبهرة بيه باداءه وبثقافته وبتاريخه وبكده وبالتنوع في الادوار بتاعته انما اللي انا بحسه فعليا هو انه الممثل الشاطر هو الممثل اللي يقدر يشتغل على تكوينه الداخلي قبل ما يشتغل على مظهره قبل ما يشتغل على حلبس ازاي هيبقى وشي شكله ايه مكياجي شكله ايه يشتغل على التكوين الداخلي لانه التكوين الداخلي بيطرح نفسه بعد كده على الدور اللي هو بيقديه لو الممثل ما عندوش الخبرات القوية دي بيبان يعني هي خبرة داخلية وخبرة حياتية وخبرة ثقافية وكل ده بيبان مع طبعا ادارة ممثل لو المخرج جيد او مخرج ممتاز حيبان انما انا مستغربة جدا يا استاذ يوسف ان احنا بنتكلم في ده فجأة كده احنا دخلنا في السينما على طول صح؟ ليه مستغربة طول لا مش عارف الدكتورات فعتك في السينما؟ بس ده هواس عندي يعني ده انت احنا ممكن نقود نتكلم ثلاث ساعات في السينما بدون مذهق ولا لحظة يعني انا الحقيقة تعملت ان احنا نتكلم ده مرسيا اعيد اشكرك اشكرك ربنا نخليك لانه الدكتورات بتاعتك في كده ودي حاجة كانت مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها يعني اتمنى ان احنا نلتقي بديجي مصر كتير؟ باجي بعد ست شهور تقريبا في مصر اللي هم الشتاء الكندي حلو الشتاء الكندي القارس مذهل مرعب طيب انا استأذن في ان احنا لازم نتقابل تاني ارجوكي يعني انا احجز معادي من دلوقتي مش عارف هيبق امت بس قبل ما ترجعي انا اشكرك على تحت الفرصة دي خالص بالعكس احنا اللي اتشرفنا حقيقي يعني دي حاجة الحاجة التانية مش كل يوم الواحد هيقعد مع حد حصل على وسام فارس ده ببقى شيء كبير يعني ومش كل يوم هنقعد مع التلمسانية لو صح التعبير انا بس اتحب طرق اسي التلمساني جدا بالتأكيد العيلة كلها اللي هو الجيل الاول فسعيد ومتشرف بوجودك معنا حقيقي يعني اشكرك وبأسف انه الوقت جريب بس كان بالنسبة لي وقت مفيد الى ابعد الحدود اشكرك جدا 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 كل الشكر لدكتور ميت التلمساني للأسف مفيش فاصل اكمل بعده الكلام خلصت الحلقة لحد كده ايضا مش هكون موجود معكم بكرة كما جرت العادة لكن ان شاء الله لو كان انا العمر يكون موجود معكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعة سلامات